البداية مع مباراة الأهلي والمقاصة مش حاول أتكلم كتير عشان عندنا شغل كتير أول نهاردة فحاول تركز معي في اللي عايز أقوله لك الأهلي ظهرت فيه مشكلة في الشرط الأول مش أول مرة تظهر هحاول أشرحها لك وعن حاول نفكر مع بعض أسبابها إيه أولا مشكلة ستة أربعة يعني إيه ستة أربعة يعني في أوقات كتيرة جدا من الماطش كان الأهلي عبارة عن دفاعه رباعي دفاعه والاثنين اللي بلاعوه في نص الملعب الاثنين الهوفدفندرز في وادي والأربعة التانيين في وادي تانية ستة دول في مكان والأربعة دول في مكان تاني ستة أربعة ده عمل إيه ده أسم الفريق نصين ده أدى إلى إيه أدى إلى أن التماسك اتفك ولما اتفك حصل إيه المقصة كان الطرف الأفضل في الشرط الأول تعال نبص مع بعض سريعا كده على الأهلي انتهى هنا عهد الستة وبدأ هنا هيبدأ دلوقتي عهد الأربعة وكل ده فاضي بتاع المقصة هنا تسأل نفسك سؤال مهم هل ده كسل من الرباعي في العودة؟ ولا ده خطة معناها استدرج استدرج الخصم واستدعيل الضغط وعادي نعمل بسرعة هجمة خطفة لأربعة على أربعة أو أربعة على تلاتة أو ما إلى ذلك عن نفسي معرفش الإجابة بس لعرفه ومتأكد منه ان الشكل ده أفقد الأهلي تماما السيطرة في شرط الأول نكمل مع بعض تاني عشان نشوفها هل بتكرر ولا متكررش ستة خلصوا كل دي مساحها ما فياش حد من الأهلي لأربعة هم لأربعة هنا بيظهروا النتيجة ايه؟ النتيجة لزي ما انت شفت في شرط الأول المقصة هو لشكله أفضل كتير أول من الأهلي في الملعب والحقيقة أن المقصة لو كان استمر فيه باولون فوافي أعتقد وكان عنده هو كمان من الشخصية أنه يكمل نفس كلام شرط الأول في شرط الثاني ما يخافش تحت تأثير النتيجة كممكن يعمل مباراة أقوى من كده أو نتيجة أفضل من كده مع الأهلي لكن في شرط الأول الانقسام الرهيب بص هنا دول الستة انت شايفهم ستة دول انت عارفهم صح؟ حد تاني من قدام رجع مفيش مفيش أجيه هيرو بعين يخش تاني أجيه شفتها جاي من هنا أهو زهر أهو في الآخر أهو نزل نص نازلة كده بعين تدوروا رجع تاني معرفش هل ده كسل ولا لازم تعمل كده عشان تستدعيهم للضغط بس الفكرة أنت لما بتعمل كده بتستفيدش حاجة أنا مشوفش الأول يستفيد حاجة من الموضوع ده هنكمل مع بعض تاني نصين الفرقة تحولت لنصين نص انت شايفه نص فلق أحمد فتحي بص هنا أركز مع أحمد فتحي تحت خالص هنا هو هيتقدم ويقف تماما يوحيي لك أنه رايح بس لا ما راحش وقف تماما بدأ هنا بقى ينزل بدأ الستة والاربعة يلحموا بص بقى الفرق لما الستة والاربعة يبقوا عشرة يبقوا فرقة واحدة نزل أجيه حتى لما قلش ميدو جابر وتاني أجيه فرقة تلحمت في بعض اتقدم عمر السلية الستة بدأ ويقربوا من الاربعة رجع عبدالله السعيد بدأت المسافات تقل جدا بين الخطوط تروح لعبدالله السعيد بالمناسبة أنت بتفرج على عبدالله السعيد عندنا فقرة كان من العبدالله السعيد النهاردة ركز دايما في الحركة لخل زاوية تمرير يعني تحرك إزاي عشان نخلي زميه يقدر يديني بالراحة بس دي خليها على جميع خليها في دماغي بس عشان جاين لها كمان شوية بس بص هنا بقى لما بقت فرقة واحدة بقى أولا بقى فيه مساحة عند وريد أزارو ترجع تاني لأحمد فتحي لأحمد فتحي يلعب بالعرض فرقة يرجع تاني السلية اللي هو كان ضامن مش قاعد وراء بقى مستخبي لعبدالله السعيد لأحمد فتحي اللي بعد كده بتبقى أفصايت شفت الفرقة بالتنين نصين ولما بيلحموا على بعض بيبقى الشكل إيه لو دي طريقة متعمدة فأنا مش شايف إنها نجحت خالص لو ده كسل من الرباعي ده حاجة تانية أنا معرفش ما قدرش يعني أفصل فيها تعالنا تشوف اللقطة دي برضو في مبارات سموحة بص هنا ركز على عشور ركز على عشور ها بص عشور هيعمل إيه ويقف ويقف ثانية يهدى امتوا فينا يا جماعة ارجع تاني كده ركز على عشور سبك مكورة بص على وش عشور ها ها إيه ده انتوا روح تفين يلا يلا تلاته أه وقف الزمن وقف الزمن للحظة لغاية ما الفرقتين يبقوا فرقة واحدة الأهلي بدل ما هو أهلي ألف وأهلي بيه بقوا أهلي واحد بقين بدأ يلعب الكورة لحسن السيد بعد ما بقت فرقة واحدة لأن في الفرقة الواحدة بالدليل يعني مش ده مش تخيل مثلا مني أو توقع مني في الفرقة الواحدة المنظر بيبقى أحسن مليون مرة